وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود قد غادر بحفظ الله ورعايته في وقت سابق من مساء اليوم الرياض متوجها إلى المدينة المنورة وكان في وداعه أيده الله في الصالة الملكية بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الأمير عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكية الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وصاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء وصاحب السمو الأمير بندر بن عبد العزيز بن عياف وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان وصاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وصاحب السمو الملكية الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكية الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن نايف بن ثنيان وصاحب السمو الأمير نايف بن بندر بن عياف وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة